إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة والأخوات حياكم الله تبارك وتعالى جميعا ومرحبا بكم في هذه السلسلة المباركة الطيبة سلسلة فقه أسماء الله الحسنى وصفاته العلا والتي قدمنا في المجلس الماضي مجموعة من القواعد التي وضعها أهل السنة والجماعة في التعامل مع باب أسماء الله الحسنى وصفاته العلا ولازالت هناك قواعد أخرى تحتاج إلى مدارسة ومذاكرة فلذلك أحببت في هذا المجلس المبارك أن أستكمل بقية القواعد وهذه القواعد لا شك أنها أهم ما في هذا الباب وإلا فإن باب القواعد عند أهل السنة والجماعة فإنه باب كبير جدا وواسع كذلك من القواعد في هذا الباب قاعدة في المضاف إلى الله سبحانه وتعالى الأشياء التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى هي نوعان الأشياء التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى هي نوعان إما أن تكون أعيانا قائمة بذاتها فإضافتها إلى الله من باب التشريف والتكريم من باب التشريف والتكريم ناقة الله يعني ناقة الله وسقياها فالناقة هنا أضيفت إلى الله عز وجل والناقة هي جسم قائم بنفسه إذن إضافته إلى الله من باب التشريف والتكريم فجمع النوق كلها لله ولكن هذه الناقة التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خاصة فهي إضافة تشريف وإضافة تكريم كذلك المسجد بيت الله المسجد هو بيت الله أضيف إلى الله وهو جسم قائم بنفسه وهو جسم قائم بنفسه فالبيوت كلها لله تعالى وإنما خص المسجد بهذه الخصيصة بهذه الخصيصة تمييزاً وتشريفاً وتكريماً له من بين سائر البيوت من بين سائر البيوت إذن فالمضاف إلى الله عز وجل إذا كان جسماً قائماً بنفسه فإضافته تشريف وتكريم وإنه لما قام عبد الله عبد أضيف إلى الله عز وجل هذا العبد هو جسم قائم بنفسه فإضافته إلى الله إضافة تشريف وتكريم فالناس كلهم عباد لله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فالعباد كلهم لله عز وجل لكن لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشريف بهذه الإضافة وإنه لما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده فهذه الإضافة لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه أنزله بعلمه علم الله العلم ليس قائماً بذاته ليس قائماً بذاته لأنه لا يوجد شيء اسمه علم فإضافته إلى الله من باب من باب إضافة الصفة إلى الموصوف من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وهذه قاع الصفة لله سبحانه وتعالى قاع الصفة لله سبحانه وتعالى علم الله قدرة الله حكمة الله قوة الله هذه كلها أشياء ليست قائمة بذاتها فإذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى تكون إضافتها من باب الصفة إلى الموصف ورهد القاعدة رهنافعة جدا ورهد بسببها بسببها يعني بعدم فهم هذه القاعدة ظلت أفهام وزلت أقدام تجد مثلا بعض الناس كي وصفوا المسيح بأنه ترد المسيح وصف من صفات الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته يعني قال لك ألقاها إلى مريم وروح منه وروح منه قال لك إذن المسيح هو صفة من صفات الله عز وجل وده خطأ لأن المسيح هو يعني هو عين قائمة بذاتها فإضافتها إلى الله إضافة تشريف وإضافة تكريم إذن هذه قاعدة مهمة جدا من قواعدي الأسماء والصفات أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد للنهاي رب العالمين لا تنسوا الاشتراك في خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر